دوري أبطال أوروبا بقى والقرعة والكلام ده عندنا طبعا مواجهات مواجهات سهلة جدا ومواجهات غريبة جدا يعني بص دوري الأوروبي منشستر يونايتد هيلها ببرشلونة في الملحق ودوري أبطال أوروبا عندك بروج اللاعب بنفيك بنفيك يعني مأساة والله الكوميديا بس طبعا خلاص هو ده بنفيكا الحياة عامل سيزون هيل جدا بنفيكا ساعده انه صعد أول على حساب باريس سان جرمان لا وناديين من برتغال برضو بورتو بنفيكا يعني يعني ونادي واحد من أسبانيا تخيل يعني في الدور ده بشغريال مدري بورتو بنفيكا نرجع بس هو الريال بميت نادي آه طبعا طبعا ده عند 14 بطولة لهم دول يلا هيروهم الربنا فات آه بالمناسبة يعني كمنوع من المتابعة برضو برشلونة عمل فوز مهم على أساسونا دلوقتي من شوية طلب منه تنين لعيبة بكيف آخر مباراة لي طبعا كان آخر مباراة كان بنول فات لكن دي كان آخر مباراة رسمي آه مع برشلونة كان خارج أرضو اضطرد وكان قابليه اضطرد ليفاندوفسكي وكان موضوع صعب جدا وبرعبه بثنين لعيبة ومتأخرين واحد صف ورجع له المباراة وكسبه يعني فيه هو على قد الدور الأزبانة والحنكاشة دي ماشي أي حاجة أي حاجة أي حاجة تمشي يعني أي حاجة يعني أكلاب الكبارد سيبوا للريال بورتو وبينفيكا مش بيدفعوا تامن هم بيجنوا ثمار الاستثمار في كورة القدر بيجنوا ثمار كنا تكلمنا قبل كده وبيبيعوا وبيكسبوا وبيصعودوا يا جماعهم يعني والله الاستثمار بحلو حلو جدا عندك طبعا قمة مهمة جدا احنا تكلمنا عن ريال مدريد ليفر بول لكن فيه قمة تانية باريس بايرن ميونيخ صعبة جدا 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 اللي حط باريس في الوضع ده صعوده تاني في مجموعته كل الارقام بينه وبين بينفيكا كانت متساوية بينفيكا صعد بانه سجل اهداف خارج ارضه حتى التسجيل والاستقبال كان متساوي تشوفوا مين اللي سجل خارج ارضه اكبر فبينفيكا صعد اول فباريس سانجرمان لبس في بايرن ميونيخ ودي قمة ونهائي مبكر ده كان نهائي من سنة بايرن ميونيخ كان ساعة تكسب 1-0 كان الاتنين بيلعبوا نهائي شامبيونز ليج وكمان النهائي بعديه ريال مدريد ليفر بول ده في اخر 4 سنين لعبوا مرتين 18 ريال مدريد ليفر بول 21 او 22 ريال مدريد ليفر بول وكان قبلها 19 يمكن باريس سانجرمان بايرن ميونيخ فانت قدام دور 16 صعب جدا يعني خلينا نتوقع بقى بس في ماتشات ممكن يبقى مفاجئات برضو يعني في ماتشات اعني شايفة برضو مستهلة يعني دور تمونت مع تشالسة ماتش مستهلة مواجه مش شهل دور تمونت فريق رخم حتى لايبزيك مع منشستر سيتي مش مواجه سهل بس منشستر فاي يعني لايبزيك طبعا فرقة بقى عندها خبرات اوروبية الحية وبقت بتعرف تلعب لكن برضو منشستر سيتي فورما الحية فدي تعتبر طب تيجي نتوقع الاول لايبزيك مع منشستر سيتي كلوب بروش مع بنفيكا ريفربول مع ريال مدريدي الميلان إيسي ميلان مع توتنام فرانكفورت مع نابولي برويس دورتموت مع شلسي انت الميلان مع بورتو باريس سان جيرمان مع بارميالغ تيجي نتوقع انا وانت لو نشوف ماشي يلا بينا الدنيا هتمشي ازاي بعد كلا ما هنتفق ان شاء الله انا حاسس ان احنا هنتفق منشستر سيتي منشستر سيتي هيكسب لايبزي معك منشستر سيتي بنفيكا هيعدك لو بروش وانا بنفيكا معك ليفربول هيعد ريال مدريد وانا ليفربول معك مع اني يعني قلبي مع ريال مدريد لكن المو المو مقدرش مانقدرش حتى نتوقع له حاجة ضده يعني ده انا حبقى مع ليفربول قلما وقالما معلش ريال بقى كل يعني احصايات الكرة وكل منطق الكرة بيقع قدام صلاح توتن هام هيعد اسي ميلان لا انا مع ميلان انت مع ميلان انا ده اول اختلاف اهو ناشي نابولي هيعد فرانكفورت طبعا طبعا لازم تشيلسي هيعد بروسيا دورتموند انا شايف بروسيا دورتموند يلا تاني اختلاف تاني اختلاف بورتو ممكن يعمل مفاجأة مع انتر ميلان بقى مفاجأة صعبة جدا بس انا متخيل ان عالم ما نوصل للمطش ده انتر ميلان هيكون بعد عن منافسه على الدور الايطالي فسب فراما الليلة يعني واعتقد ان هو هتتخطى بورتو انتر ميلان دي بقى فقع لها ازاي دي يعني لا في صلاح من حزله ولا فقع لها ازاي يعني فين جوم كلهم فيه مركزه بس انا اتوقع باريس سان جرمان وانا اتوقع بارميوني خواليد طيب يبقى احنا عندنا كده اربع اختلافات اربع لا تلاتة اربع ماشي خلاص بس افتكر خنسجل يلا بطيب مهاردة هول حلقة طيب خلاص اوكي اتوقع كمان في الملحة بتاع دورة ابطال اوروبا دور الاوروبي بارشلونة ومانشستر اونايتد بارشلونة انت بتقول بارشلونة يوفنتس وناند يوفنتس يوفنتس ليشبونا وميتلاند ليشبونا ليشبونا طبعا شخطار واستاد رين اللي اتنين يخرجوا لاش لازم يلا بص انا يعني شخطار لا استاد رين ان شاء الله انا معاك اللي اتنين يخرجوا ايكس ويونيون برلين ايكس ايكس معاك ليفاركوزن مع موناكو ليفاركوزن انا بقول موناكو اشبلية مع اندهوفن اشبلية انا اشبلية معاك سالسبرغي ما رومي هو رومي رومي مشي